بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرات فيها الأمان سافرات حقا بصدق المعجزات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى قصة حكاها لنا القرآن في الجزء السادس عشر قصة إبراهيم عليه السلام سنعرف عن تفاصيلها ونبحث عن مغزاها في ثنايا هذه الحلقة ولد إبراهيم عليه السلام من أب مشرك كافر بالله عز وجل فعاش إبراهيم عليه السلام في صغره مع أبيه وفي تربة أبيه فكان ينظر إلى أبيه وهو صغير يرى أبيه يصنع الأصنام ثم يبيعها ويعبد هذه الأصنام ولكن فطرة إبراهيم عليه السلام كانت سليمة كبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فلما رأى ملكوت السماوات والأرضين والنجوم والكواكب والشمس والقمر علم أن هذا الملك كله لا يقدر على خلقه أحد إلا الله تبارك وتعالى فآمن بالله فأتى يوما عند أبيه وقال يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الأصنام يا أبتي أعبد الرحمن يا أبتي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلن اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا بعد أن سمعنا منكم مشكورين على عرض قصة سيدنا إبراهيم ودنا نقف معكم على المغزى والمقصد من هذه القصة حتى فعلا نتعايش أكثر مع الآيات وترتيبنا لها في هذه الأيام المباركات والله يا أبو حسين لو مغازينة لهذه الحلقة بس بنستخرجها من كلمة يا أبتي لا تكفي سلام عليك شوف كيف نداءه لأبيه يا أبتي التلطف التودد ورغم أنه جاي يكلمه في موضوع موسهل موضوع خلقت من أجلها الدنيا مدار السعادة في الدنيا والآخر على هذا الأمر التوحيد وجاي يكلم أبوه في شرك في أمر عظيم قال يا أبتي تودد تلطف مع هذا الأب رغم شركه وكفره إلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتودد مع أبيه بأجمل العبارات والطفية ويناديه يا أبتي هذا النداء الجميل والله سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم وقال وقل لهما قولا كريمة وهذا من القول الكريم يا أخي أقل القليل أكرم والديك بالكلام الجميل على ما يقول أخوي الشيخ نايف يا أبتي هل تعلمون أن هذا البر انتقل من إبراهيم إلى إسماعيل في نفس الكلمة إبراهيم قال لأبيه يا أبتي فأعادها له إسماعيل لما رأى رؤية إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك ما قال إسماعيل يا أبتي قال أفعل ما تؤمر قال يا أبتي شوف نفس اللغبة الله شوف الجزاء من جنس العمل الجزاء يعني على كلام الشباب أعظم بر يقدم للوالدين أن تعينهم على طاعة الله أعظم بر أن تعينهم على أمور دينهم أن تعلموا دينه تعلموا يعني الأمور والآيات وتصبر على يعني ربما حتى بعض الأباء والأمهات يعني ربما ينهر الأب الإبن أو البنت كون في شدة شدة يعني قل ما بقل أنت تعلمنا يعني يعني تلاحظون أنه الأن صحيح في طريقة يعني وشع صدرك وهدي طريقة معينة يعني يعني يبر الأب الإبن فيها أبوه في يعني رفع إيمانياته مثلا أو تعليم شيء من أمور الدين كما كان إبراهيم يا أبن يا أبن يدل أبوه على التوحيد طيب إبراهيم من فين تعلم هذا التوحيد من فين جاله التوحيد إخواني إبراهيم عليه السلام جاء في قلبه التوحيد والإيمان بالله عز وجل بمجرد ما أن تأمل وتفكر في هذا الكون فكل ما هو على هذه الأرض وتحت هذه السماء وفي هذا الكون الفسيح يدل على الله ويدل على وحدانية الله جل في علها لذلك إبراهيم عليه السلام تعرف على الله بمجرد ما أن تأمل وتفكر في هذا الكون الفسيح إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لذلك قال الله عز وجل وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نُرِيه فَيْتَعَرَّفَ النَّجْمَ فَعَلِمْ أَنَّ اللَّهِ عز وجل هو الذي خلقها فلذلك استخدم مع أبوه اسلوب عقل يا أبتي لماذا تحبد ما لا يسمع الله ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي ويتلطف ويعيد يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابه من الرحلة وهذا الأسلوب سلوب الحوار والنقاش والأسلوب العقلي نحتاج أن نستخدمه مع أصحاب الشبهات من وقعوا في الكفر وفي الشرك وبعده عن هذا الدين ممكن لو جيت تتحدثوا بآيات الله و بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ما يؤمن بهذا الأمر عنده بعض الشبهات تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ما أمرنا الله عز وجل به وجادلهم بالتي هي أحسن حتى المجادلة لما تجي تناقش وتحاور لابد أن يكون هناك حسنة ويكون هناك أخلاق ونقاش بأدب حتى يقتنع من هو ومعه شيخ أبو نايف أبو تميم عفون اللي هو القضية مغزى الصبر كيف يعني الموضوع نحن للأسف من تحديات اللي نواجهها نحن نبي النتيجة بسرعة يا سلام يا بشر صار أنت عليك الآن أول قضية إن عليك إلا البلاء فلنصبر ولو تلاحظ إيش كان رد فعل أبو إبراهيم عليه السلام راغب أنت لئن لم تنتهي مع هذا والتلطف كان يتلطف مع لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مالية إيش قال إبراهيم؟ قال الشرع علي أنه أنا جاء لا سلام عليك سأستغفر لك ربي يعني حتى لو وجدت من أبيك ولو كان مشرك ولو كان حتى يعني مؤمن بس يقص عليك تلطف رب في مغزى عجيب يا أخواني إذا كان يعني البيئة أو المحيط أو مثلا الوالدين يضروك في دينك ويحاولون نسأل الله العافية والسلام أن يردوك عن دينك أغلى ما عندك دينك لأن الله عز وجل أعز من كل شيء الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي نختم معك وتمين والله كلمة كلمة الاعتزال هذه اعتزلهم ما في شيء في الدنيا هذه تقدم على رضوان الله عز وجل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى سبحان الله حتى لو كان بينك وبين الوالدين فرق في الدين أنت مسلم وهم كفرة تعتزلهم وتترك دينهم لكن ما تترك ما تترك ما تترك ما تترك برهما نعم 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 أنت يخم وشاهد أنه ستبقى معهم ولكودهم وستمعنا برهم وصاحبهما في الدنيا معروفة ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم في الدنيا ربما ينتقل الإنسان من بيت إلى آخر ومن منزل إلى آخر أما إذا دخل المسلمون أو المؤمنون جنات الخلود فإنهم لا يبغون عنها حولا قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا آية تؤثر في قلبي وهي تبين أننا في يوم من الأيام سنعبر من فوق جهنم يقول تبارك وتعالى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكاية ومغزى تلقاكم قريبا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوات نورا أطل على الجنال هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة تلقاكم قريبا في حلقة جديدة